موسيقى الحصاد من قناة الغد في القاهرة اهلا بكم ونبدأ بالعنى الجيش الاسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من غزة قرب السياج الحدودي هوتن يتايم اوكرانيا بتعمد افشال المفاوضات ولفروف يعلن تعثر المحادثات سوريا تنفيج اتصالات امنية او سياسية مع تركيا مكرو يعتبر انتخابات الرئاسة استفتاء على مستقبل فرنسا ولوفان تتهمه بخذلان الشعب قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان صاروخا انطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي وكانت مصادر امنية ذكرت ان صاروخين انطلق من غزة سقط احدهما داخل القطاع فيما سقط الاخر قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة وكانت قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الاقصى المبارك عبر الطائرات المسيرة وافدت مراسلة الغد بان حصيلة الاصابات بلغت سبعا وخمسين حالة بينها حالات خطرة واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني ان تواقمه تعملت مع الاصابات في عياداتها الميدانية ادى ما يقرب من مائة وخمسين الف فلسطيني صلاة الجمعة قبل الاخيرة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الاقصى المبارك ادى وتوافد عشرات الالاف عبر الحواجز العسكرية التي تفصل القدس عن الضفة وسط اجراءات سمحت من خلالها السلطات الاسرائيلية للنساء بدخول القدس بمختلف الاعمار ووضعت بالمقابل قيودا على الرجال هي الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك شهدت توافدا للفلسطينيين بعداد كبير لأداء صلاة الجمعة ما قبل الاخيرة عند الحواجز التي تفصل الضفة الغربية عززت قوات الاحتلال الاسرائيلي من تواجدها فيما ابقت على قراراتها فيما يتعلق بدخول النساء بمختلف الاعمار فيما الرجال قيدت دخولهم وسمحت لمن هم فوق السن الخمسين رجال كثيرين منع من الدخول نساء منع من الدخول أنا منعت من الدخول واحتجزوني عند الحاجز العسكري ومنعوني مرة أخرى من الدخول وهذا كله إجرام ولكن هذا لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني تسئلنا فترة طويلة يعني مش رايحين تقريبا مجزء لي خمس سنين مش داخل القدس يعني حتى صراحة كنت متردد أول شيء ما صار الأكتحامات بس بعدين لا أكيد يعني ما بسحلناش دائما ندخل على القدس فتحمسنا وإن شاء الله بتتحرر المدخل عليها دائما وعند حاجز قلندية شمال مدينة القدس المحتلة عاد هذا الشاب مصابا بعدما حاول تسلق جدار الفصل العنصري حيث انهال عليه الجنود بالضرب واحتجزوه قبل أن يتم إطلاق صراحة إذ يبحث الفلسطينيون عن طرق التفافية أخرى للدخول إلى مدينتهم إما عبر تسلق الجدار أو إحداث فتحات في مناطق السياج للوصول فقط لأداء صلاة الجمعة لا أكثر فتنا الصباح على المعبر كان اللي ممنوع تدخل رجعنا صبرنا ساعة زمان بعدين كان لنا شباب بتروح فيها على الجدار فتحة بتنزل وتفوت روحنا نزلنا روحنا مع الشباب على الرامي طلعنا على الجدار على السلام ونزلنا لما ضربوا عليهم غاز وبقوا الشباب على الجدار ضربوا غاز داد الشر الحبل وقعت على الأرض من فوق الجدار لا تحت وعلى مدار الأيام الماضية سمحت إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحجة عيد الفصح رافق ذلك اعتداءات من قبل الشرطة والقوات الخاصة بحق المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك فيما دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى لم تتوقف خاصة بدرورات الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لإحياء ليلة القدر الطريق إلى المدينة المقدسة معبدة بالحواجز الإسرائيلية صلاة جمعة في شهر فضيل هو أمنية كل فلسطينيين يصل إلى هنا للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك مسجد يأني تحت وطأ اقتحامات المستوطنين واعتداءات الشرطة الإسرائيلية من حجز قلندية العسكر ضياح الشياء الغد القدس المحتلة وفي تصريحات للغد قال أحمد الطيبي وعضو الكنسة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيادتي على المسجد الأقصى مشيرا إلى أن توافد الفلسطينيين على المسجد يقف حائلا أمام هذا الأمر أنا السعيد بهذه الآلاف المؤلفة التي تصل إلى المسجد الأقصى رغم الاقتحامات رغم شرطة الاحتلال هكذا يتم إحياء المسجد الأقصى أمام هؤلاء الذين يقتحموه لذلك هذا الدليل قاطع على أن المسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين نقطة وهو ملك خالص للمسلمين أولى الكبلتين هم يحاولون أن يثبتوا أنهم أصحاب السيادة الاحتلال لا يعطي سيادة هي قوة محتلة غاشمة ولذلك تعتقل المئات وتطلق النار وتصيب الناس وبالرغم من ذلك الناس تتوافد لأنه المسجد الأقصى أبلغ رئيس روسي فلاديمير بوتين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظير الأوكراني فلاديمير زينيسكي إلا إذا أصفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة ونقل الكريملين اتهام بوتين لكييف بعدم الجدية وعدم الثبات على المواقف في المفاوضات مع اقتراب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من إتمام شهرها الثاني لا تزال المفاوضات جارية بين موسكو وكييف لإنهاء كابوس الحرب التي يخشى أن تستمر وتلقي بتداعياتها على العالم آخر تطورات المصار التفاوضي جاءت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اتصال هاتفي أن أوكرانيا ليست مستعدة لقبول حلول مشتركة مع روسيا بوتين دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى التأثير على كييف لوقف القصف المكثف على دنباس مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تسمح للعسكريين المتمركزين في ماريوكول بإلقاء أسلحتهم كما أكد بوتين أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني إلا إذا أصفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة بوتين أشار لميشيل أن كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة لطرفين واتهم الجانب الأوكراني بعدم الثبات على المواقف في المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حل للنزاع متعثرة بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح فيما أكد كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينيسكي أن عدة مناقشات طويلة جرت مع رئيس الوفد الأوكراني ويرى متابعون أن روسيا تهدف من خلال تكثيف عملياتها العسكرية إلى تحقيق تقدم على الأرض للضغط على أوكرانيا خلال أي مفاوضات جدية لتسوية النزاع في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن التقييمات تظهر أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم في مدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا وقال كيربي إن كلام بوتين بشأن السيطرة على ماريوبل يجب أن ينظر إليه بتشكيك مؤكدا أن المدينة الصناعية ما زالت محل نزاع وأن الروس لم يستولوا عليها وأنه لا تزال هناك مقاومة أوكرانية نشطة ينضم إلينا من نيورك عبر سكايب جونتون تي جليام الباحث في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية سيد جونتون هناك دعم إضافي من الولايات المتحدة يقدم ومنذ أن بدأت العملية هذا الدعم متواصل هل تغير شيء من العمليات نتيجة هذا الدعم إن كان عسكريا أو سياسيا أو حتى دوليا؟ نحن نعرف أن هناك الكثير من الأموال المقدمة أنا لا أفهم تحديدا نوعية الدعم المقدمة لأوكرانيا بكل أنواعنا لا نعرف الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا كيف يتم إنفاقها نرى قوات هناك نعرف بأن هناك العديد من العتاد العسكري والسوريخ وما إلى ذلك ولكن بشكل عام ليس هناك آلية لضبط الإنفاق على هذا الدعم ولا نعرف ما هو الجديد في التعهد من قبل بايدن نحن نتحدث عن ثلاثة مليارات ربما تصل إلى أربعة مليارات أعتقد مرة أخرى كما أشرت من قبل أن هناك شبكة لإدارة هذا الأمر الخاص بأوكرانيا وهي لعبة تخمين للعالم جون كوربي يتحدث بكلمات أعتقد مرارا وتكرارا بأننا نشك ولا أعتقد بأن هناك أي معلومات تؤكد هذه الحقائق أكثر من كونها اقتراحات بشأن ما يفعله بوتين أنا أعتقد بأن إذا كان هذا الأمر حقيقي وفعلي إذا كانت هناك حرب فعلية للنيتو وهم يريدون مساعدة أوكرانيا هم يساعدونها عبر الاستخبارات أكثر من أي شيء آخر لا أحد يعرف ما الذي يقوم به بوتين الأموال والعتاد والأسلحة والاستخبارات كلها لتعرف ما الذي يقوم به بوتين حتى الآن والهدف هو هزيمة بوتين وإزاحته مرة أخرى إلى روسيا ولكن لماذا لا يقدم هذا الدعم وهذه المساعدة إن كان من نيتو أو الولايات المتحدة في التفاوض لست على ثقة من ذلك أعتقد بأن الأمم المتحدة سعت للدعم مرات ومرات في المفاوضات أعتقد أن الأفراد والقادة في النيتو يعتمدون على روسيا وبالتالي هي لعبة بطيئة مع روسيا الكثير من الأمور المتعلقة بروسيا تؤثر عليهم سلبا لذلك ما رأينا في البداية العقوبات اقتصاديا لم توقف كل الأمور المتعلقة بإمدادات سلاسل الإمداد من روسيا إلى الدول الأخرى مرة أخرى هناك غموض في هذه الأمور إذا ما نظرنا إلى أفغانستان والراق والحرب على الإرهاب وحتى الحرب العالمية الثانية لن نرى قادة العالم يقدمون دعما سلبيا للحلفاء ويقفزون نحو الدعم بشكل مبالغ هم يتوجهون إلى الطاولة لممارسة ضغوط ضد بوتين وبالتالي بوتين لن يسمع إلى هذه الضغوط على طاولة المفاوضات رأينا ذلك خلال اجتماعاته مع مسؤولي الأمم المتحدة هو غير مهتم تماما بهذه الإجراءات أعتقد خلال الأسبوع المقبلة إذا ما كان لدى روسيا الرغبة لمد أمد هذه العمليات أم أن هناك رغبة للعودة إلى المفاوضات وأن يجلس مع الولايات المتحدة مثلا لتحديد ما الذي يريده ووقف هذه العمليات الهدف هو نزيف أموال سيكون ثمن ذلك حياة العديد من المدنيين للحصول على ما يصب إليه من خلال عملياته العسكرية الحديث على أن روسيا تسعى إلى أن تحتل الجنوب والشرق خلال المرحلة الحالية ثم يتم التفاوض بعد ذلك إلى أي مدى هذه الفكرة مقبولة لدى الولايات المتحدة مرة أخرى أنا لا أعرف تحديدا ما هو المقبول من وجهة نظر قادة العالم والولايات المتحدة من بينهم حيث إنهم غير مشاركين ولا يظهرون لي العم بأنهم مشاركين كل ما نسمع عنه من جون كيربي والرئيس بايدن وسيد بلينكين كل هذه إحاطات ولا نعرف حقائق موثقة ومؤكدة بشأن هذه الإجراءات لا نعرف ما هو مقبول وما هو غير مقبول نحن يبغي أن نناقش الحرب بالكامل نحن لا نعرف ما الذي يريده بوتين تحديدا الناس لا يعرفون ما الذي يسعى إليه قادة العالم وما الذي يريدون تقديمه لبوتين وقف الحرب لا أتذكر في التاريخ الحديث في إحدى الحروب بأن كان هناك إحساس بشأن ما هو مقبول وما هو غير مقبول من هذه الحرب وبالتالي الناس يتجادلون بشأن بوتين يريد كذا أو لا يريده ولكن ليس هناك حقائق في هذا الصدد ولكن إلى أي مدى الضغوط الاقتصادية التي أصبح يعاني منها الغرب وإن كانت روسيا تعاني أكثر ولكن هناك مشاكل اقتصادية في الغرب نتيجة هذه الحرب وأيضا أثرت على معظم دول العالم إلى أي مدى هذه الضغوط الاقتصادية يمكن أن تجعل الغرب يوافق على تنازلات تقدم لموسكو هذا سؤال جيد ولا أعتقد بأن روسيا تحب مثل هذه النوعية من البيانات الولايات المتحدة عندما نتحدث عن الأسعار والتكلفة للاحتياجات الأساسية إذا ما تحدثنا عن ألاسكا وتكسس وغيرها بين الولايات نجد بأن في ألاسكا الأسعار أكثر بكثير منها مقارنة بتكسس وبالتالي الأمر يتعلق في نهاية المطاف ببوتين أصحاب الأعمال وأصحاب الأنشطة الاقتصادية سواء في روسيا أو الشركات الدولية التي تأثرت من بينها الولايات المتحدة كأحدى الدول تنتج مثل هذه المنتجات نحن نحصل على كميات من روسيا ولكن يبدو بأن العالم خلال فترة معينة روسيا حاولت خلالها أن تسيطر على أوكرانيا العالم يواجه حقيقة وجود بعض الصعوبات لمواجهة هذا التوجه لكن ربما هذه الموارد لها تأثير في وسائل الإعلام وفي التسعير زيادة في الأسعار أتت نتيجة لكل هذه الأحداث والإضطرابات التي حدثت في سلاسل الإمداد دائما الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تدخل هذه الحرب بجنود أو بالمعدات أو لن تشارك في هذه الحرب عسكريا ولكن بالمساعدات فقط إذا كان هذه هي ما تملكه الولايات المتحدة العقوبات والمساعدات لماذا يتم توجيه انتقادات دائما لإدارة جو بايد انتجاه تعامله مع هذه الأزمة؟ إذا كان هذا السؤال يتعلق بما إذا كان بايدن يواجه انتقادات بالنسبة لتقديم الدعم العسكري على حسب فهمي لهذا السؤال فإن بايدن يواجه العديد من الانتقادات لأننا لا نعرف طبيعة الدعم لا نعرف أين تنفق هذه الأموال لا نعرف كيف يقدم هذا الدعم نحن لا نرسل الجنود ولكن نرسل أموال عندما نرسل أموال لإحدى المناطق خاصة في أوكرانيا وهي من أكثر المناطق فسادا على الأرض أنت لا تعرف إلى أين توجه هذه الأموال وكيف تستخدم نفس الأمر حدث في أفغانستان أرسلنا العديد من العتاد والتي خزنت على مدار سنوات وبالتالي لم يكن هناك أي فائدة منها بعد نهاية هذه الحرب هناك نقد لبايدن بشأن نوع الدعم ليس هناك أي التزام حازم لا نفهم طبيعة هذا الالتزام وهذه هي طبيعة الانتقادات نحن لا نسمع بايدن أو أي من مسؤولي الإدارة يتحدث تفصيلا عن نوعية الدعم المقدمة باستثناء الحديث عن إرسال أموال شكرا سيد جاناثان تيجليام الباحث في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية كنت معنا من نيويورك أعلنت روسيا أن حدث غرق الطراد ميسكوفا تسبب في سقوط قتيل واحد وفقدان سبعة وعشرين شخصا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إنقاذ ثلاثمائة وستة وتسعين شخص كانوا على متن الطراد قبل غرقه الأسبوع الماضي وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن قواتها ضربت طراد السواريخ الموجهة ميسكوفا بصاروخين تسبب في أضرار جسيمة وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاجون هذا وقد أكد نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية أن موسكو تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا وذلك ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية كما أشار إلى أن روسيا تخطط لإقامة ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 أعلن الجيش الروسي أنه قصف 58 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الليل من بينها مواقع تمركز للقوات ومستودعات وقود ومعدات عسكرية كما أفدت وزارة الدفاع الروسية بقصف ثلاثة أهداف باستخدام صواريخ عالية الدقة منها نظام دفاع جوي من طراز S-300 58 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها أربعة مواقع للقيادة وثلاثة مستودعات للوقود بالإضافة إلى 51 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية فيما أكملت القوات الساروخية والمدفعية مهمة إطلاق النار خلال الليل ودمرت تسعة مستودعات وقود وسبعة وثلاثون مركز قيادة واستهدف 1221 معقلا وتجمعا كبيرا لقوات أوكرانية بعتادها أكدت سوريا عدم وجود أي اتصالات مع تركيا أو نية للتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية أن المسؤولين الأتراك يروجون أخبارا ملفقة بشأن حصول اتصالات سياسية وأمنية مع الحكومة السورية واتهم المصدر القوات التركية بارتكاب اعتداءات وحشية بحق المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع مجموعات إرهابية ونفى المصدر صحة ما صرح به وزير الخارجية التركي بشأن إمكانية التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ينضم إلينا عبر سكايب من دمشق الدكتور محمد نادر العمري الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد إذا كان هناك نفي قاطع من دمشق حول وجود هذه الاتصالات مع الجانب التركي إذن لماذا أطلقتها تركيا؟ بداية المساء الخير لك والأستاذ المشاهدين والعملين في قناة الغد الفضائية مثل هذه التصريحات بطبيعة الحال وفي حال نفيها من قبل الجمهورية العربية السورية هذا يعني بأن النظام التركي يسعى إلى أحد الحالات الحالة الأولى محاولة دكتور سفيني الخلافة بين الحكومة السورية وميليشيات قصد في أي وتعطيل أي حوار ممكن بين الجانبين في ظل مسعى سور روسي مستمر لإحياء الحوار السوري وبعد قصد عن التوظيف الأمريكي في الشمال الشرقي ومحاولة إيجاد لبناء ما بين الجانبين للدخول في حوار سوري مما يدفع العملية السياسية إذن بالدرجة الأولى سعى تركي لتعطيل أي صيغة من الحوار يحصل في الداخل السوري النقطة الثانية أيضا هذه التصريحات قد تكون جس نبض من قبل النظام التركي تجاه الحكومة السورية بمعنى آخر ربما تركيا تريد الدخول في حوار وبين هلالين التعاون في مكافحة إرهاب هنا يقصدون به الختال الدخول ما بين الدولة السورية والنظام التركي لختال ميليشيات خصد والقوى الكردية في محاول أيضا من قبل النظام التركي لإيجاد آلية في ظل استمرار احتلاله للأراضي في الشمال الشرقي وأيضا في الشمال الغربي سواء عبر هيئة تحرير الشام أو عبر الميليشيات الأخرى للسماء الجيش الوطني السيناريو الثالث أو الاحتمال الثالث هو محاولة أيضا نظام أبدوغان يعني استثمار ذلك في الداخل يعني هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام القادم وهناك اليوم تراجع لشعبية حزب العدالة والتنمية وهناك توظيف للملف السوري وحتى ملفاته المتصل عنه مثل ملف اللاجئين الذي شهدنا خلال الأيام السابقة أيضا محاولة نظام التركي أعد التوظيف هو القول بأنه يريد إرسال اللاجئين إلى الداخل السوري في محاولة منه لتخفيف الضغط الشعبي الذي يعاني منه أردوغان وسحب أحد الملفات التي هي في يد المعارضة النقطة الرابعة أيضا محاولة كسب الوقت من قبل النظام التركي واستغلال ما يحصل من صراع في أوكرانيا ودخول الجانب الروسي في هذا الصراع وبالتالي أعتقد بأن أيضا النظام التركي حاول أيضا تحسين تموضعها التفاوض مع كل من البيئات المتحدة الأمريكية وروسيا وبخاصة قبل شهر من إنعقاد القمة المفترضة ما بين الوزيري الخارجية التركي والأمريكي في الشهر القادم وبالتالي ربما يريد أن النظام التركي كسب الوقت محاولة يعني إرضاء روسيا وأمريكا في الوقت ذاتي وتحسين تموضعها التفاوض وربما يكون هناك نوعا من صيغة تعاون ما بين البيئات المتحدة الأمريكية والنظام التركي في ظل انشغال روسي في أوكرانيا مقوم هذا المشروع أو هذا التعاون أن يحصل هناك اندماج ما بين ميليشيات قصد وكذلك الميليشيات الإرهابية الأخرى التابعة لتركيا في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا وبالتالي ربما يكون أيضا التصريحات التركية هي في محاولة الضغط على ميليشيات قصد بالقبول بمثل هذا التعاون مع النظام التركي على غرار ما حصل في أقليم كردستان العراق نعلم حجم الخلاف والمشاكل بين الجانبين التركي والسوري وهي ليست فقط من 2011 ولكن هناك رواسب قديمة في الخلافات بين الجانبين ولكن في السياسة كل شيء وارد وتتحول المواقف هل من الوارد أن يحدث هذا التحول وما العقبات أن يحدث هذا الاتصال يعني بطبيعة الحار في أكثر من مناسبة كان هناك بعض الاتصالات الأمنية ولكن لم ترتق إلى الاتصالات السياسية لأن النظام التركي كان دائما يراوغ ويسعى لتحقيق مصالحه بشكل أو بآخر النظام التركي ساهم في الحرب على سوريا وقاد هذا الحرب في قسم أو مرحلة كبيرة من عمر الحرب على سوريا سواء من خلال إمداد المسلحين أو رسال المسلحين أو تدريبه أو من خلال حتى توظيف الملفات الأخرى مثل اللاجئين والمساعدات الإنسانية وما إلى ذلك من هذه الملفات أنا أعتقد بأن أي تعاون يعني ما بين الجانبين هذا يقتضي بالدرجة الأولى إيجاد صيغة حقيقية للتعاون ليس المراوعة كما كان يقوم به النظام التركي وبالتالي هذه الصيغة ربما العودة إلى اتفاقية أدنى قد تتيح للجانبين لعودة التواصل ولكن هذا يقتضي بالدرجة الأولى قيام النظام التركي بانسحاب من المناطق التي يقوم باحتلالها وكذلك سحب المسلحين التابعين لتركيا أو المساهمة فعلا بتنفيذ اتفاقيات سوتي التي تتعلق بمقاتلة الإرهاب وليس فقط الإدعاء بأنه يقوم بمقاتلة الإرهاب ومن ثم يمكن الحديث عن تعاون واتصال ما بين الجانبين ولكن اليوم كيف للنظام التركي كان يقول بأن هناك تعاون أو يريد تعاون مع الحكومة السورية وهو يقوم بمحاصرة مدن واحتلال مدن وكذلك استمرار إخضاق الأسلحة على التنظيمات الإرهابية بل أكثر من ذلك هناك اليوم تدوير لما يسمى المجاهدين الأجانب بين الهلالين يقوم بهم ذراع أو أداة تركيا أبو محمد الجولاني في إدلب بهدف تشكيل قوة عسكرية تكون وعادة ترتيب صفوف هذه التنظيمات الإرهابية تحت قيادة الجولاني بهدف محاولة قلب الطاولة واستعادة ما تم تحريرهم من قبل الجيش العربي السوري وبالتالي أنا أعتقد بأن التحديات لنفسها المعوقات إرادة وجود إرادة في هذه النقطة دكتور محمد هل مازال تركيا تقوم بنفس ما كانت تقوم به في السابق من دعم للمسلحين أو أيضا تقديم الأسلحة وما كانت تقوم به في السنوات السابقة الذي أضر بدمشق نفس هذه الأشياء تتم حتى الآن يعني بطبيعة الحال الواقع والميدان العسكري يشهد بذلك وحتى السياسي حتى هذه اللحظة ما يشهده ما يسمى الائتلاف المعارض من تخبط هو نتيجة أعادة ترتيب الأوراق السياسية تمهيدا ربما لمشروع قادم يعبر عن تعاون أميركي تركي من جانب السياسي ولكن في المنحة العسكري عندما يقوم النظام التركي ومقابرات التركية باجتماع مع أبو محمد الجولاني والترويج للجولاني وكذلك تقديم معلومات من قبل جبهة المصر أو تحرير الشام لما يسمى التحالف القضاء على رئيسين لتنظيمي داعش يقعان في مدينة أطمة وهي قريبة عن الحدود التركية هذا يعني بأن النظام التركي يسعى بالدرجة الأولى إلى أعادة ترتيب هذه التنظيمات الإرهابية التي لم تنقطع علاقته به أبدا والنقطة الثانية هناك اجتماعات بشكل دائم ودوري ما بين المخابرات التركية وقيادة هذه التنظيمات الإرهابية وهناك أيضا أكثر من ذلك استمرار تزويد هذه التنظيمات بالأسلحة وربما يكون هناك اليوم تزويد أكثر وتمهيدا لعمليات عسكرية محتملة خلال الفترة القادمة ولا يستبغل لأن يكون هناك أسلحة نوعية من قبل النظام التركي مثل الطائرات المسيرة أو المضادات الخاصة بالطائرات وكذلك الآليات المتابع للسياسة التركية يجد أنها لديها قدرة على التحول بشكل غريب بشكل لافت للنظر من بينما كانت تدعاهم سابقا ثم تتحول إلى الطرف الآخر في النقيد هل يمكن أن تتحول تركيا إذا وجدت مصلحة لها أكثر مع دمشق؟ يعني النظام التركي على مدى العقود السابقة وجدنا بأنه يتتبدل أو يتنقل ما بين السياسات الخارجية وتوجهات السياسة الخارجية وفق مصالحي بشكل أساسي ذاك انتقل من سياسة التوجه الاتجاه الواحد وهو الدخول إلى الاتحاد الأوروبي إلى تصفير المشاكل وإقامة علاقات مع الدول المجاورة عندما أوصدت برنسا الأبواب أمام تركيا للدخول في الاتحاد الأوروبي ثم انتقل إلى سياسة الاعتداء على الجيران ومحاولة أعادة تمجيد أو أعادة أمجاد السلطنة العثمانية في محاولة منه لاستغلال ما يحصل للدول العربية وبالتالي نشر الأخوان المسلمين أو فكر الأخوان المسلمين للسيطرة على هذه الدول وبالتالي هذا يهيئ له العودة إلى السلطنة العثمانية أو إلى أمجاد السلطنة العثمانية اليوم نتيجة الحاجة الضرورة هنا النقطة الأساسية نتيجة حاجة الضرورة وفشل المشروع التركي من خلال استخدام القوى العسكرية ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في الداخل التركي نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نتيجة تغير الاستفافات والمعارك وكذلك توازن الحاصل على مستوى المنطقة وعلى مستوى الدولي هذا اضطر النظام التركي لتغيير جزء من سياساتي وليس كل سياساتي لان حتى هذه اللحظة ما زال له ايدي في الصراعات في محاولة منه لاستثمارها سياسيا لذلك وجدنا بان هناك انفتاح على الامارات وكذلك على السعودية واغلاق ملف خاشقجي وجدنا بان هناك اغلاق ببعض قنوات الاخوان المسلمين في محاولة يرسل رسائل ايجابية باتجاه مصر بمحاولة ايضا من قبل النظام التركي لان يكون له دورا في استخراج الغاز في المتوسط وبالتالي انا اعتقد بان النظام التركي يسعى نعم الى استثمار هذه التغييرات وعدم تحقيق اهدافهم من خلال القوة العسكرية لذلك يسعى لتحقيقها سياسيا فيما يتعلق بعلاقتي مع سوريا انا اعتقد باننا ما زلنا امام فترة يعني تحتاج الى بناء الثقة ان فعلا اراد النظام التركي الذهاب نحو علاقات حقيقية مع الدولة السورية اولى هذه الاجراءات اغلاق الحدود وكذلك عدم استثمار ملف اللاجئين ومن ثم محاربة الارهابين او صحبهم من الداخل السوري ووقف الاعتداءات التركية المستمرة سواء ما هي متعددة الاشكال اليوم الاعتداء التركي ليس فقط بالقوة العسكرية وليس باستخداء وليس بجنوده الذين يحتلون اراضي في الداخل السوري بل باستمرار دعم هذه التنظيمات وقطع المياه عن المواطنين السوريين وايجاد المبررات دائما للتدخل والقيام باعتداءات في الجغرافيا السورية نعم شكرا دكتور محمد نادر العمري الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من دمشق عصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل رئيس هيئة الانتخابات في تونس ينتقد قرار الرئيس سعيد باستبدال اعضاء الهيئة اهلا بكم من جديد في الحصاد وادا تذكير باهم العناوي جيش الاسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من غزة قرب السياج الحدودي بوتين يتايم اوكرانيا بتعمد افشال المفاوضات ولغروف يعلن تعطر المحادثات سوريا تنفي اجراء اتصالة امنية او سياسية مع تركيا ماكرو يعتبر انتخابات الرئاسة استفتاء على مستقبل فرنسا لوبان تتهمه بخذلان الشعب بعد حملات انتخابية باهتة في الدور الاول للسباق الرئاسي الفرنسي شهدت حملات الدور الثاني بين ماريلو بان وامانوال ماكرو زخما كبيرا حيث واصل المرشحان عقد التجمعات الانتخابية والقيام بجولات في مدن فرنسا المختلفة وتشير استطلاعات الرأي الى تعميق الرئيس المنتهي ولاية الفارق مع مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا انتخابة فرنسا 2017 تعيد نفسها في 2022 امانوال ماكرو ومارين لوبان وجها لواجه مرة اخرى غير ان في السنوات الخمس الماضية كان الاول يمارس السلطة من الاليزي فيما لوبان سعت الى الابتعاد عن ارث والدها جون مارين لوبان ورسم صورة جديدة لليمين المتطرف مساء الاثنين لا يمكن الجزم بانها كانت نجحة فامانوال ماكرو لم يستطع تحقيق وعوده الانتخابية ووجد نفسه امام تحديات اجتماعية واقتصادية بدأت بالسترات الصفراء ومرت بجائحة كورونا وصولا الى ازمة اوكرانيا التي وصلت ارتداداتها للحياة اليومية للفرنسيين اما لوبان وان غيرت اسم حزبها من الجبهة الوطنية الى التجمع الوطني لم تستطع اقناع الفرنسيين ان مبادئ اليمين المتطرف قد غير شيئا في ابجدياته وفي ظل هذه المعطيات حسم كثيرون موقفهم من الدور الثاني للانتخابات فيما وجد البعض انهم امام الاختيار بين السيء والاسوأ استطلاعات الرأي لنواي التصويت تبرز تقدم امانويل ماكرون ب57.5% مقابل 42.5% للوبان هذه النتائج تظهر كيف تحددت نواي للتصويت ما بين الدور الاول والثاني حيث استطاعت مغي لوبان الصعود والاقتراب من ماكرون غير ان الاخير عاد ليعمق الفرق بينهما ولعل المناظرة التلفزيونية التي جمعت الطرفين لعبت دورا في حسم موقف المترددين حيث اعتبر 43% ان ماكرون كان اكثر اقناعا فيما وجد 24% لوبان مقنعة بينما وجد 33% كل من لوبان وماكرون متساويين الحملة الانتخابية للطرفين شهدت زخما على عكس الدور الاول واستغل كل منهما نقاط ضعف الاخر لاستقطاب الفرنسيين كما برز في هذه الانتخابات تخول دول اوروبية على الخط داعين الى التصويت لصالح امانويل ماكرون وهم يتوجسون من وصول دونالد ترامب اوروبي الى قصر الاليزي فذكر ترامب ليست ببعيدة عنهم ينضم الينا عبر سكايب من فاريس علي مصر الدين الكاتب والباحث السياسي سيد علي ما هي اخر الاوراق التي القى بها كلا المرشحين قبل انطلاق الجولة الاخيرة من الانتخابات اليوم تنتهي الحملة الانتخابية في الساعة الثانية عشر عشر الليلة تنتهي المعركة الانتخابية او الحملات الانتخابية وكل من المرشحين قام بما يستطيع وقال بما عنده واعلن ما عنده وبقي اخر الاستفتاءات الرأي بيّنت ان ماكرون اربعة وخمسين فاصل خمسين بالمئة ولوبين خمسة واربعين فاصل خمسين بالمئة هذا هذه ستكون هكذا النتائج الانتخابية حصل اخر الاستفتاءات انا لا اعتقد ان المناظرة التي حصلت هي التي ستقرر عدد او نسبة نسبة كل مرشح كم سيحصل هناك ملاحظة اريد ان ان ابديهما وهذا حسب مفهومي ومعلوماتي او انطباعاتي هنا في فرنسا فرنسا لن يصل الى في الوقت الحاضر او في المستقبل المنظور لن يصل الى رئاسة الجمهورية لا يميني متطرف ولا يساري متطرف لان فرنسا هي ما بين فرنسا هي ليست متطرفة كما كما تظهر مارين لوبين وليست متطرفة يمينيا كما تظهر مارين لوبين وفرنسا ليست متطرفة يساريا كما ادهر ميلانشون او غيره من اليساريين الذين دخلوا الى هذه المعركة هذه النقطة دكتور علي سيد علي يعني لماذا للمرة الثانية تصل السيدة مارين لوبين الى هذه التصفية الاخيرة او للمرحلة الاخيرة اين الساسة في فرنسا اين الاحزاب الفرنسية الاخرى الوسطية للأسف أو للأسف او هذه هي الحال الديمقراطية هنا في فرنسا كان الحزب الاشتراكي الفرنسي واليمين الجمهوري الفرنسي هما الرائدان وهما لدان يصلان الى النهاية في المعارك الانتخابية ان كان معارك الرئاسة او معارك التشاريخ المعارك الانتخابات التشريعية الان تغير الحال لم يعد هناك حزب اشتراكي بالمعنى الذي عرفناه الاشتراكيون تبين انهم لا يمثلون شيئا ومرشحة الحزب الاشتراكي ان لم تحصل على يعني ولا نسبة ضئيلة جدا التي حصلت عليها الحزب الاشتراكي كحزب الاشتراكي لم يعد موجودا كذلك الحزب اليمين الجمهوري الذي عرفناه لم يعد موجودا للصراعات الداخلية ضمن هذه الاحزاب الحزب الاخر المرشحين او اخر في الحزب الجمهوري والذي فشل حتى في اكمال ترشيحي في الانتخابات الماضية هو فرنسوا فيون وبعده الحزب الجمهوري ليس على ما يرام اذا صح التعبير وليس هناك قوة قوية لم تكن قادرة على انتاج شخصية قوية تواجه ماكرون أو أو كانت فاليري بكريس هي التي قامت بترشيح نفسها ولم يتبعها الكثيرون حتى من الحزب الجمهوري وفشلت حتى في حصول على خمس بالمئة التي بعدها بإمكانها ان تسترد مصاريف الحفة الانتخابية سيد علي ايضا في هذه النقطة اذا كان سيد مكرو متفوق في استطلاعات الرأي وفي الجولة الاولى ايضا كيف نفسر عدم حصول حزبه على نجاح في الانتخابات البلدية يعني الذي يعيش مع الفرنسيين يعرف انهم دائما يفرقون بين التشريعية والبلدية والمناطقية والرئاسية البلدية ولكن أليس مؤشر لانتخابات البرلمان لم تكن ولا يوم من الأيام مؤشر الانتخابات البرلمانية هي الانتخابات البلدية عندما تحصل فريق على الانتخابات البلدية والانتخابات المناطقية تكون هذه مؤشر ولكن بلدية لوحدها ليست هي المؤشر الذي سيخوض أو سيكون من هو الذي سيفوض في هذه الانتخابات هناك مناطق تنتخب تقليديا ومحليا ومصالح محلية وأنا أعيش على سبيل المثال في نييس السان اللي هي بباريس تقريبا هي في باريس دائما المرشح البلدي ينتخبه ثمانيون في الماء من سكان المدينة التي أعيش فيها أما هؤلاء الثمانون في الماء فليس كلهم منهم اليميني ومنهم اليساري ومنهم الجمهوري ومنهم يعني كلهم يعني ليس كلهم ينتخبون تشريعيا لمصلحة فرد واحد ولكن في الانتخابات البلدية يجمعون على رئيس البلدية لأن رئيس البلدية يعجبهم أو يقوم بخدمات في المدينة وإلى آخر إذن الانتخابات البلدية ليست هي المؤشر الوحيد هي مؤشر بسيط يمكن أن تكون مؤشر بسيط جدا ولكن ليست هي المؤشر الفعلي يبقى شيء في الانتخابات الفرنسية اليوم الأحد انتخاباتها رئاسية هو النسبة التي ستنهب إلى الانتخابات يعني إذا كانت النسبة قليلة جدا هناك فرق بين القانون و يعني صحيح أن أي نسبة كانت سيكون الرئيس المنتخب هو الرئيس القانوني وهو الذي سيكون رئيس فرنسا ولكن الشرعي والقانوني بين الشرعية والقانونية يعني إذا كان العدد أو الذين سيذهبون إلى سنضيق الاضطراع خليل شرعية الرئيس المنتخب ستكون أو عماله في المستقبل سيكون صعب وليس لديه الشرعية الكاملة وسيواجه أنا في رأيي سيواجه مشاكل عدة في المستقبل أما إذا كان العدد الذي سيذهب إلى صندوق الاضطراع مرتفع هنا يمكن أن يكون دعما واضحا للرئيس المقتل وبالتالي الانتخابات التشريعية ستكون ربما أيضا في صالح شكرا سيد علي نصر الدين الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من باريس قصر الإليزي ساكنه من قبل ثمانية رجال وليس من بينهم امرأة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في التقرير التالي نعود إلى بداية تأسيس هذه الجمهورية لإلقاء نظرة عامة على تاريخ الانتخابات الفرنسية في الماضي أعطتني فرنسا ثقاتها لكي أقودها إلى بر النجاة واليوم أنا مستعد مرة أخرى لتحمل المسؤولية إنها البرقية المكتوبة التي كانت الفايصل لنقل فرنسا من الجمهورية الرابعة إلى الجمهورية الخامسة كانت هذه كلمات شارل ديغول ذاك الجنرال الفرنسي الذي بقي في الذاكرة الفرنسية على هيئة بطل وزعيم فرنسا الحرة بعد الحرب العالمية الثانية إنه المؤسس للجمهورية الخامسة وأول رئيس سكن قصر الألزي بعد كتابة الدستور الجديد عام 1958 سيكون اليمين المتطرف والاشتراكيون خصوما لديغول بعد اعترافه باستقلال الجزائر وهي التي كانت سببا مركزيا للانتقال إلى كتابة دستور الجمهورية الخامسة بعد معاناة طويلة في حكم أحزاب الوسط واليمين والاشتراكي والشيوعي في مرحلة الجمهورية الرابعة وحسيم الأمر وبدأت الجمهورية الجديدة التي قادها ديغول ببناء فرنسا الحديثة تنتهي فترة ديغول عام 1969 ويخلفه جورج موبيدو من حزب اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية لتعزيز الحركة الديغولية ليحكم حتى نهاية 1974 ثم فاليري جيس كارديستان صاحب التوجهات الليبرالية لكنه واجه معارضة سياسية من اليسار الفرنسي بقيادة فرانسوا ميتيرا عام 1981 ليكون أول رئيس اشتراكي في الجمهورية الخامسة فيحكم لأطول فترة انتهت عام 1995 جاك شيراك السياسي المخضرم مؤسس حزب التجمع من أجل الجمهورية المعجب بشخصية شارديغول وأخيرا سيفوز على ميتيرا ثم يهزم في سنة 2002 جان ماري لوبا والد مارين لوبا ومؤسس الجبهة الوطنية المنتمي إلى أقصى اليمين ثم نيكولاس ساركوزي رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية ليهزمه فرانسوا أولاند ثاني اشتراكي في الجمهورية الخامسة ثم يأتي إيمانويل ماكرو العابر للسياسة لأهزم اليمين المتطرف التي تقوده مارين لوبا وذلك عام 2017 منذ تأسيس الجمهورية الخامسة ثمانية رؤساء من الرجال سكنوا قصر الإليزة وليست بينهم امرأة وتاسعهم سيأتي بعد التنافس والحسن بين رجل وامرأة وما بين ماكرو ولوبا كانت المناظرة لكنها لم تقدم للناخب المفاجآت حتى وإن كان ماكرو أو فرح حظا لكن المنعطفات والمفاجآت تبقى عالقة في التفاصيل وهذا ما ستحسمه نسبة الإقبال على التصويت يوم الرابع والعشرين من نسان الجاري فمن هو الرئيس التاسع الذي سينتزع مفاتيح قصر الإليزة أصدر رئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه وناقش سعيد مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي رقم 23 لعام 2012 مع أعضاء مجلس الوزراء أمس قبل توقيعه من جهتي قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد المرسوم مضيفا أنها أصبحت هيئة الرئيس على حد تعبيره قتام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنو الجيش الإسرائيلي يعلن سكوط صاروخ من غزة قرب السياج الحدودي بوتين يتايم أوكرانيا بتعمد إفشال المفاوضات والأغروف يعلن تعثر المحادثات سوريا تنفي إجراء اتصالات أمنية أو سياسية مع تركيا ماكروي يعتبر انتخابات الرئاسة استفتاءاً على مستقبل فرنسا ولوبان تتهم بخزلان الشعب تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة